تخيل معي ان تشتري ماكينة حلاقة او الات حلاقة جديدة عندما تأتي الى المنزل وتريد تشغيلها فهي لا تشتغل معك وتظل منطفئة. لذلك سوف نقوم بمحاولة اصلاحها معكم في هذا الفيديو. هذه هي العلبة الخاصة بكم سراحلون. سوف نقوم بفتحها من البداية. عندما اردت تشغيلها اخر مرة يعني ضلت شغالة على هذا الشكل. يحتاج الى الماكينة بطبيعة. حال الى الشاحن الذي يقوم بشحنها. اول شيء نلاحظه في الماكينة هو ان لديها مصابيح مضيئة. مع ذلك فالماكينة منطفئة وليس تشغيل. سوف نحاول تشغيلها. هذا هو الزر الخاص بها. نضغط عليه مثلا ضغط واحدة. لم تشتغل. سوف نحاول محاولة اخرى ونحاول تفصيلها مع الشاحن. الان فيتشحن. نفس الطريقة نقوم بالضغط مرة واحدة للزر. لم تشتغل. الانش اكدنا بان المشكل يوجد في الماكينة في الداخل. الانش. نقوم بتفكيك هذه الماكينة. الرأس من هنا. نقوم بالضغط بالقوة. ثم نقوم بسحبه من هنا. نقوم بفتح. برغي او مسمار هنا. وبرغيين اتنين هنا. ونقوم بفتح الغط. وهذه هي الماكينة من الداخل. مسمار هنا او برغي. ومسمار هنا او برغي. نقوم بفتحهما. والان نقوم بازالة هذه القطعة الحديدية او المعدينية. نقوم بمسكيه من هذا المسمار. وسحبه الى الان. ثم نقوم بازالة هذه القطعة الالكترونية جميعها. فالمشكل الذي واجهنا في هذه الماكينة هو الزر. يعني زر تشغيل هذا. هو زر التشغيل. هذا الزر تشغيل ربما انه محروق. اذا نحاول يدغط عليه مرة اخرى. ادغط عليه كذلك فهو لا يستجيب بنفس الشكل الاول. نقوم بقلب هذه القطعة كاملة. سوف نحاول تشغيل هذا المحرك بواسطة البطاريات بشكل مباشر. يعني نقوم بقلب هذه القطعة هذا الشكل. واقوم بسحب هذه البطارية هذا الشكل طول. اسلأك خاصة بالموتور كما تلاحظنا اثنين. الاحمر فهو ممتجي الى الموتور. والاسود ممتجي الى الموتور. كذلك الان نبحث عن اسلاك الخاصة بالبطارية. لدينا هنا من البطارية الناقص. ولدينا هنا من البطارية الزائد. اذا ماذا سوف نفعل? نقوم بتوصيل هذا الناقص مباشرة مع الموتور. يعني مع الخيط الاسود. والزائد مباشرة مع الموتور يعني مع الخيط الاحمر. بالنسبة للخيط الاحمر فهو في الاصل يعني مرتبط مع الزائد. يعني موصول مع الزائد. لاحظوا جيدا. لكن لو لاحظتم الناقص سوف تجدون ان الخيط فهو معزول وغير مرتبط مع الناقص لان الناقص يمر من القاطعة او المفتاح بعد ذلك ينتقل الى الخيط لكي نقوم بإلغاء هذه القاطعة نقوم بتوصيل هذا الناقص مباشرة مع الخيط وسوف احاول لمس السلك الاسود مع الناقص خاص بالبطارية ونرى هل فعلان سوف يشتغل الموتور ام لا نعم بالفعل اصدقائي اشتغل الموتور اقوم بلمس الناقص مع الخيط الاسود كما تلاحظون فهو يشتغل عندما اقوم بافلاته ينطفئ اذا سوف نقوم بالاستغناء عن هذه القاطعة ونقوم بعمل او صنع قاطعة جديدة نحتاج الى سلك يعني كهربائيين كيفما كان نوعهما ولونهما ناخد السلك الاول ونقوم بربطه مع السلك الاسود الخاص بالمهرك من هنا بهذا الشكل قمنا بربط السلك الاول مع السلك الاسود والان نمر الى السلك التاني ونقوم بربطه مع الناقص الخاص بالبطارية اذا نذهب الى الناقص ونقوم بادخل السلك منه بهذا الشكل ونقوم باحكامه جيدا بنفس الطريقة والان قمنا بربط السلك التاني يعني الناقص الخاص بالبطارية نقوم بتوصيله مباشرة اذا نلاحظوا كما تلاحظون فالمطور شغال والان اصدقائنا قموا بجمع الماكينة واخريج هذين السلكين الى الخارج والان اقوم بحضر هذه الاشياء اولا اضع المحرك في مكاني والان اضع هذه البوردة او استافيها في مكاني بهذا الشكل ثم اقوم بتركيب هذه الاسلاك التي تقوم بالشحن اقوم بتركيبها السلك الاول هنا والسلك التاني هنا وبطبيق الحال اقوم بتركيب رأس الشحن هذا بالنسبة لغطاء الماكينة لديك اثنين من الخيارات سواء ان تقوم بوضع الغطاء هكذا بهذا الشكل والخيوط سوف تضل خارجة بهذا الشكل يعني انك سوف تشغل الماكينة فقط بالخيوط عندما تلقي الخيوط سوف تشغل عندما تقوم بفرق الخيوط سوف تنطفي الماكينة لو كنت فقط تريد الاشتغال بهكذا سوف تشتغل معك بشكل جيد لكن انا سوف اقوم بعملها القاطعة لكي تكون هنا جيدة في الاستعمال هذه هي القاطعة او السويتش او المفتاح اولا نقوم بعمل تقطيع هنا في هذه المنطقة هذا هو شكله اصدقائي بعدما قمنا بتركيبها مع بعض الشكل قم بتضغط عليه من الاعلى بتركيب الخيط الاول هنا نلحمه ونقوم بتركيب الخيط التاني هنا ونلحمه اذا نلحم السلك الاول هنا والان كما تلاحظون قمنا بتلحم السلك الاول من جهة والسلك تاني من جهة والان سوف نحاول تشغيل الماكينة امامكم من القاطعة او النقاسة او السويتش اذا نقوم بقلب هذا الغيطاء او الغلاف ونقوم بالضغط على الزر كما تلاحظون فالماكينة شغالة نقوم بالاضفاء والان سوف نقوم بجمع الماكينة وارجعها كما كانت في المرة الاولى ندعو قطعة كارتون او بلاستيك ليعزل الطبقة الاولى عن الطبقة تشانية الان بدون اي مقدمة قم بتجريبها بالضغط على الزر اذا بسم الله نبدأ كما تلاحظون فالماكينة شغالة نقوم باطفائها اذا كما تلاحظون اصدقائي فالماكينة اصبحت شغالة بهذه الطريقة التي قمنا باصلاحها ويمكنكم ان تقوموا بحلقة بها بشكل رائع ومجاني بطبيعة حالة وكما رأيتم اصدقائي تمكننا من اصلاحها ولله الحمد بهذه الخطوات البسيطة الان عود ان اقوم برميها او ارجائها الى البائع الان قمت باصلاحها بنفسي واستفيد منها وكذلك استفدتم انتم من طريقة اصلاحها انواجهكم مشكل مثل هذه المكينة ارجو ان ينال الفيديو اعجابكم لذلك ارجو منكم دعمان بعمل اعجاب اشتركوا في القناة شاعل الجرس لاتتوصلوا دائما باحدث الاختراعات والابتكارات والاصلاحات بطبيعة الحال الى اللقاء نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله